استمر الرئيس الأمريكي بوش الإبن يؤكد على موضوع علاقة صدام حسين بالقاعدة في 28 كانون الثاني 2003 أي قبل بدء الحرب والهجوم على العراق ببضعة أسابيع خصص الرئيس بوش الثلث الأخير من خطاب الاتحاد ليوجهه ضد الرئيس العراقي صدام حسين وبالرغم من أن الـ CIA والـ FBI قد أكدت للرئيس أنه لا توجد علاقة بين القاعدة ونظام صدام حسين إلا أن الرئيس بوش أصر في خطابه على أن صدام حسين يحمي الإرهابيين ويقدم لهم المساعدة بما فيهم أعضاء من القاعدة وقد استخدم هذه الأكذوبة بطريقة أثارة المشاعر ضد الرئيس العراقي صدام حسين عندما قال يعني بدأ يعصف تخيلوا أن الـ 19 شخصا الذين اختطفوا الطائرات وهاجمونا في دعش أيلول سبتمبر سيأتون بطائرات أخرى مسلحين من قبل صدام حسين ليهاجمونا وعليه فإن على الأميركان ألا يسمحوا بمجيء مثل هذا اليوم مرة أخرى أبدا